هذه رامي هانتر بريندا هذه رامي هانتر بريندا طبعنا مزعين بهزر وعبار لديه ندل الى كنا نتالب عنه مبارك المدفسة الشرسة هانتر وفي شبط الخطر قضعا على تبتر رامي بنترفس مع هانتر ستيف راس التحكيم بيتفرد نين منش موجود في هذه الحقيقة نيك ووكرا وليا هانتر وروند هبتدرهم على بعض الوقت هانتر قوي جداً هو الابدان برومي لجني التحكين بتتفرج على الفرمة الموجودة بين هانتر وهادي طبعاً المزيعين مستبعدين مستر أوليمبيا للعام الماضي لأن كان عنده مشكلة في عضلة البطن لكن هو طبعاً لما ويب واضعية معينة أنا أعرف الحدي يظهر العضلة بشكل كويس وافضل طبعاً بسم الله ومشاه الله أربع ياسمين أفضل من بعض بسم الله وحدي 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 روعة بس طبعاً لعب مصري رومي اللعب عالمي ها مستمر بس ذلك لم أقم بس ؟ لم أقم بس ذلك لم أقم بس الفرمة أن الفرمة تبقى موجودة بالطراق نحن نقم بشكل كبير نحن نقم بس طرقاً أبداً أو محمود السباعي اسمه فيه في الغدار طبعا الفكرة مش بالكتلة العضلية لا الفكرة في تشكيل العضلة رسمة العضلة التشوهات في العضلة لأن العضلة زي ما موجودة في الجانب العين ليها مقابل في الجانب الشمال تشوهات هكذا فرق بين اللعبين اللعب دائما تسمعها جمال الناس ليس فكرة تضخيم العضلة مطلوبة نعم 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 يبقى هدوات هدو به هي ريم و هل يجب على التسكيل بطوب قويسين جدا كابتن رمي تكلموا على النقطة في مياه وعرق وضع بين اللعبة في الوقت وضعية في صدق النبي ووضعية مقصومة على معابد البلندس طبعا وضعية مشهورة جدا جدا لعبة كمالاقسام من أول راني كل من مقورا بالدعيبة كمالاقسام كلهم وإنك هاتف من كابتن المصري أعمل كابتن بيج رامي أو رامي السباعي أو مقود السباعي طبعا نجد هذه مقرارة في مقرارة دولار من أراضي مشهورة جدا هنا عضلات الضخرة تشكيلة تشكيلة قوية جدا من أقوال عضلات اللي ممكن تتفرج عليها فيها بكمالاقسام حاجة روعة حاجة روعة جدا حاجة جدا عدد حاجة مهارة حانف التنزل حانف التنزل إحسار مهارة تبدأ مقدارة مقدارة هذا هو نوع الهوو تبريده في خ屋 في الدرس لا يقضي نجيب الالي إن اتشعر عن منك وتعرض ان نوع الثالث يشعر نفسه شبه ربما يستمر في تباهي شبه ربما حكومة إلى هنا لديه فعث أسباب به وستعلم ان اكثر بحقية في هم أربعم وستمر في حين النجم يجب طوراً عاده لم يكن في هذا الم Stanley هنا هو هو. في الأنسان. بطل مصري يحمل النقب. بطل مصري يقف اليوم ويفعل على مصر. هذا كان مجرد من مجرد هناك. لا أريد أن يكون مرحبا. لا. لا أريد أن يكون مرحبا. أتركي من هناك. نعم. هذا هو حلم جميعاً. أو حلم ناس في النجاح ونصفهم يتحقق فيك. يعني بتفوز على مسلك الأحيان. اللي هو الصورة اللي أنا حط طول الوقت في المجلات ويش عارف إيه وحب معلق صور قدامي يا روحة. كنت مبسوط كمان اللي حصل بعدها قلت أنا قلت حركة خادت معي خطوات. كان في الأول كان موضوع بالنسبة لي موضوع شخصي جداً. بلاد يعني نفسها تحص رجليها في المكان ده. بلاد عربية ما كانتش تسمع عند أسم. أسمع مصريين. الصدق بتاع النجاح نفسه هنا في مصر والشباب والتليفونات اللي أنا ما كنتش متخيل ناس أصلاً بتبص علي. فحسيت قدقي الموضوع بالنسبة لي مش مش شخصي. موسيقى 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 اشتركوا في القناة